بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شافية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غاية تكونوا ملاح ربي يعطيكم اللي فيها الخير جمعة مباركة يلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله وانتما بخير سمحوا لي لطولت ما تنقدرش ما نشكرش أحبابي إذن اليوم الوصفة ديالنا ديال المحبة بين الأزواج أو بين الخوت أو بين الخطيب وخطيبته أو الناس اللي عندهم نفور نفور في العلاقات كان بعض الأحيان تتكون الأم عندها مشاكل مع الأبناء ديالها داروا ليهم السحر وخلوهم ما بقاوش يتحاملوا في البيت تكونوا عندهم صراعات وعندهم مشاكل وعندهم حيرة في الأمر ديالهم علاش هم أخوت وتتخاسموا إذن المرأة اللي عندها مشاكل مع أولادها وبغاية المحبة يكون بينها وبين وليداتها غادي إن شاء الله تحاول أنها تأخذ البيض وتعلم هذك البيض كل واحد بسميته كل واحد وسميته تسلق هذك البيض وكل واحد وسميته في هذك البيض إما إذا كان تقاريرا تدير الأسماء أو تعلمهم بالطريقة اللي بغاية ولكن كل واحد من غادي تسلق البيض غادي تسلق البيض غادي تأخذي القشور ولكن كل واحد بسميته الوقت اللي تيكونوا يتسلقوا هذك البيض غادي تتبقى يتقرأي يا ودود يا ودود يا ودود العدد اللي كانوا يتسلقوا غادي تبقى يتقولي يا ودود يا ودود يا ودود ود فلان ولد فلانا مع فلانا بنت فلانا مع الأم ديالو أو مع أخته أو مع زوج ديالها مهم لأم اللي عليها الأمر دبا تأخذ البيض بالأسماء ديالولادها وتسلقهم على نية المحبة بينها وبين أبناء ديالها يا ودود ودني مع ابني مع ابني فلان ولد فلانا اللهم ازرع المحبة والمودة بين بين أبنائي إذا نبغيش المحبة والمودة قرأي اسم الودود يا ودود ودني مع ابني فلان ولد فلانا وزرع المحبة بيني وبينه غادي إن شاء الله يتسلقوا هذوك البيضات كل واحد نعطيه البيضة ديالو يياكلها نعطي هذك البيضة اللي تسلقات غادي إن شاء الله نقشرهم في الكوزينة وغادي إن شاء الله نجمع هذوك القشور غادي نودع معاهم شوية السكر والحرمل وغادي نحرقهم بإذن الله وأنا تنقر عليهم يا ودود يا ودود ود أبنائي معمهم فلانا بنت فلانا إذن نحرق هذك القشور ديال البيض باش أنك يتزرع المحبة والمودة بينك وبين أبنائك أما المرأة اللي عندها نفور ما بينها أو بين الزوج ديالها غادي تأخذ صورة ديالها تصور نفسها في البيضة بحالك كما تتشوفي هو تشكليه بصورة رجل وانتي تشكلي نفسك بصورة مرأة وغادي تكتبي الأسماء عليهم وغادي إن شاء الله تبقي إن شاء الله من التسلقو وتتقرأي وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزينا قلانا بنت فلانا لفلان فلانا وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيني بيني وبين زوجي اللهم اجعل هذه الآية بيني وبين زوجي محبة ومودة واتقرأي ان شاء الله اسم الودود العدد اللي كان البيض فوق النار تتسلق غادي ان شاء الله مني تتسلقوه غادي ناخد ذاك الماء غادي نلحو في مكان عاشب والقشور غادي نحط فيهم شوية الحرمل وشوية السكر وغادي نحرقهم فوق النار المهم كيف كيف اللول كيف الثاني غادي نجمع هذك الرماد دير القشور دير البيض وغادي اللحوم في مكان عاشب اما الماء اللي تسلق معهم غادي تلاح في مكان عاشب لانه خداء طاقتك من القراءة وقريتي عليهم اسم الودود لأم قرأت عليهم اسم الودود اما المرأة اللي عندها مشاكل مع الزوج ديالها تاخد جوج بيضات وكيما قلت لكم ترسمهم وتكتب الاسماء ديالها وديال الزوج ديالها من بعد من التسلقو هي تتقرأ وزيناها للناظرين وزينا فلانة بنت فلانة كانت مخطوبة او متزوجة ان كانت مخطوبة او مزوجة او مقبلة على الزواج ان شاء الله بحول الله انها تدير هاد الوصفة المهم القشور يتحرقوا مع الحرمل او السنوج اه وغادي ان شاء الله بحول الله وقوته ونقرأ يا ودود يا ودود عليهم مع قطعة سكر او سكر حبيبات ونوضعهم فوق الغاز حتى يتحرقوا نجمع الرمد ديالهم اللوحهم في مكان عاشب نحاول هادك الماء اللي سلقت فيه البيض نحاول انني اللوحه في مكان عاشب عدنا البيض للسحر التفريق الناس اللي عندهم السحر التفريق ياخدوا البيض كما رسنتم او مرسومين هاكا غادي ان شاء الله ترسميهم بهاتطريقة او طريقتك انتي وغادي تحاولي انك تقرأ عليهم قبل ما تسلقيهم تقرأ عليهم الايام يوجوج من صورة البقرة هاديك علاج باذن الله الواحد القهار علاج للسحر التفريق اعود بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الى اخر الاية نقرأ هذه الاية سبع مرات على البيضات في الدية لمنى وغادي نوضعهم في ماء مقري عليه الرقية الشرعية الرقية الشرعية هي الفاتحة وآية الكرسي المعودتين وآية ديال ابطال السحر اعود بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المبسدين انقرها ثبع مرات وغادي نديرهم تسلقو وانا تنقرأ ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان كان سحرا او سحر تفريق اللهم ابطله وزرع المحبة والمودة بيني وبين زوجي اذا هذه ديال سحر تفريق انحاول انني ناخد ذلك القشور غادي نحرقه مع الحرمل مع الحرمل وغادي ان شاء الله نوضع معهم قليل من السكر والحرمل وهمتي تحرقوا وانا تنقرأ ان الله سيبطله ان الله سيبطله اللهم زرع المحبة والمودة بيني وبين الزوج ديالي وغادي نجمع ذلك الرماد ديال القشور ديال البيض وغادي نحرقهم اما البيضات غادي ناكل انا وحدة والزوج ديالي وحدة والماء اللحو في مكان عاشب اذا هاد الوصفات اللي اعطيتكم ديال المحبة والمودة والسحر التفريق ابطال السحر التفريق لا بددرهم الناس اللي عندهم مشاكل ما يعقزوش البيض موجود قراءة موجودة غير حاولوا انكم متعقزوش وتكونوا ان شاء الله نية حسنة لان اي حاجة فيها اسم الله او فيها اية او فيها صورة لا بد اننا مش نجربو نتوكلو على الله ونديروها لانها باذن الله الى درس النية وامنتي بالقرآن غادي رب يحقق لقاعد الامنية الامنية ديالك اذا ما دم مصلت عندك الله سبحانه وتعالى تيبغيك وتيبغيك لانك غادي تدري غير الحاجة اللي فيها الطيب وفيها الحاجة تزوينة والحاجة اللي غادي تنفعك ما غاديش تترك اذا احبابي تنتمنى هاد الوصفات بارتاجيوهم مع احبابكم وتعاونوا القناة باش القناة ان شاء الله تزيد القدام بكم توم ان شاء الله باش هلنواصلوا ونزيدوا القدام بحول الله وقوتي حاولوا انكم تدعموا القناة غير بلايك ودعمها غير بكلمة طيبة في اخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته